يجي الأباء والأمهات يقولوننا يعني نسيب أولادنا كده ما نتطمنش عليهم لا ما هادش يقولك ما تتطمنش عليهم بس تحتهم خصوصيته مسيدي لازم نتعود وإحنا بنرب أولادنا ومنحقق معنا الرعاية اللي ربنا سبحانه وتعالى كتبوا علينا وحضرت النبي كرامنا بي على فكرة رعايتنا لأولادنا دي كرامة مش عب لما حضرت النبي قال لكم راعي دي كرامة من الله يبقى لازم نتعود إننا نسأل نفسنا عن مقالات أفعان هل دي بتحقق اللي إحنا عايزينه بتحقق الرعاية وبتساعد أولادنا على إنهم يكونوا شخصية متزنة مسؤولة عن المستقبلهم ولا لا لأن كتير من الدراسات التربوية تعالوا بقى نتكلم بقى عن وقعنا عن حياتنا كتير من الدراسات التربوية بيّنت إن المبالغة في المراقبة وكل أشكال التجسس والملاحقة والأسئلة اللي أشبه بالتحقيق بالدر أكبر ما بتنفع أولادنا لأنها هي بتوصلهم رسالة واحدة إنهم مش شخصيات مسؤولة يعتمد عليها وإنهم مش محل ثقة فعدم إتاحة قدر من الخصوصية لأولادنا خصوصية إيه؟ أنا أعرف والله ما أزعلكم أنا أعرف ناس لما أولادهم يقفلوا الباب عشان يغيروا بيفتحوا الباب من غير استئزانوا ودخلوا فالبنت تقول لها إيه دي يا ماما مش هقول لكم باية الحاجات متصورين إيه اللي بيحصل في البيوت طب فين خصوصية الشخص ده؟ فده بيأثر على سلامته سلامته واتزانه النفسي وبتأثر على علاقاته الإنسانية لأنه بيتعلم إيه؟ بيتعلم بشكل ضمني أني من أمارات الحب التملك إيه ده؟ يعني شوف الأبعاد بقى اللي بتحصل يعني ابنك بيعتبر أنه هو عشان يحب حد أو حد يحبه أنه ما فيش خصوصية فإيه اللي حاصل؟ لو أنا بحبك يبقى أنت بتاعي وما فيش خصوصية بيننا ويظهر تأثير ده في الحياة الزوجية بعد كده بشكل واضح يعني أنا في الإرشاد الزواجي مصدر أساسي لمعرفة أصل المشكلة عارفين إيه هو؟ البحث في التنشئة ففي أصول لازم نحفرها جونا إحنا أولا قبل أولادنا ونحفرها فينا ونتعامل بيها مع أولادنا للأصل أول حياتنا مش تحت السيطرة وابنك مش تحت سيطرتك ابنك في النهاية اللي بيربيه معاك مولاك بل إن الذي يربيه هو الله فأنت لازم تعرف كده لكن فكرة أنه أنت عايز تمنع عنه خطر كذا وخطر كذا فتحطه في بابل تحطه في كابسولة يعيش عاجز لا بيعرف يمشي ولا بيعرف يفكر ولا بيعرف يعمل حاجة ما فيش حاجة في الحياة لينا سلطان عليها ولا حتى عيادنا عبدك لازم تربيه على إنه عبد لله زي ما أنت عبد لله لإن عيادنا تحت نظر الله بالرحمة وبالعناية كل اللي علينا إن إحنا نبرز إن إحنا بنعيش مع بعض كأننا بنزرع أنا هبذر البذرة القيم في هبذر بذرة القيم في والنور في قلبي ابني وفي حياته وارعاه أرعاه بإيه بقى بمية المحبة ومية الحنان وفي النهاية لازم أقول إيه أقول يا رب لكن فكرة أنه عايز أضمن ما فيش حد يضمن الضمن هو الله الأصل التاني إن ابنك مش ملكك ابنك عبد لله من حقك كمرب إنك تتطمن وتلاحظ وتتابع أولادك لكن مش من حقك إن أنت تحسس أولادك إن أنهم التجسس عليهم أمر عادي يعني الله سبحانه وتعالى بما قال يا أيها الذين أمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن اسم ولا تجسسه على فكرة هذا الأمر برضو يخص أولاد يعني نسيب عياننا محدش بيقول كده لكن في مليون طريقة وطريقة غير التجسس وغير التحسس تعلم أولادك القيم والمسؤولية مثلا زي إننا نتفق إحنا وأولادنا إن إحنا هنتكلم ونتحور ونتشارك في كل حاجة فتبقى مساحات من الود آه أصلا أولاد لما بيجوا يتحور معايا بيقول لي كلام بخاف باترعب لما الولد يجي يقول لي لما بنتي تيجي تقول لي والله أنا حس بإن الولد فلاني دوت عينه مني أو الولد دوت ما عرفش بالمصطلح اللي هما بيقولوه بيكراش علي مسلا فهي لو لازم نعلمها بقى إن الكلام ده هنسمعه أنا مش بقول للناس الأولاد يتجرقوا على الأخلاق وقيموا وقولوا كده لكن هنعمل إيه أنا بتكلم عن الواقع عشان ما ننفصلش عن ده فهنا نسمع